نظم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي فعالية توزيع شنط مواد غذائية على 500 أسرى من أسر الفئة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية وذلك بمشاركة 70 من متطوى التحالف يأتي ذلك تنفيذ لتوجهة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئة الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتمشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية ولتخفيف العبء عليهم وللحد من الأثار السلبية اللازمة والمتواجدة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية نهاردة بنوزع 500 كيس مواد غذائية على أهالينا المستحقين بقرية الفردان وقرية الحجاز وبعض المناطق داخل مدينة اسماعيلية وبنقوم بتوزيع بعض المسلزمات المنزلية مراتب والتلاجات والتجهزات على بعض الأسر بالاسماعيلية